بعد خمسة عقود ونصف يتحول أهم محدث في تاريخ اليمن إلى محطة جديدة لكن لاستفزاز اليمنيين ويجعلهم يتمسكون به أكثر من أي وقت مضى السادس والعشرون من سبتمبر الخالد هو الحدث الأهم اليوم ولطالما كان على اليمنيين أن يشاهدوا جماعة الرجعية تحالفت مع رئيس مخلوع وانحدر المشروع الانقلابي إلى محاولة القفز بالبلد إلى الخلف سيكون عليهم أيضا التمسك بموقفهم الثابت من الذكرى العظيمة على نفوسهم اليوم خرجنا من أجل عيد 26 ستمبر عيد الاستقلال عيد الكرامة وإن شاء الله ثوار أحرار سنواصل المشوار بإذن الله وإذا أردنا معرفة ما حدث علينا قراءة الأسباب كانت احتجاجات الجماعة الإنقلابية للمطالبة بإسقاط جرعة سعرية هي المطالب الأولى لكن الأزمة الحقيقية كانت ما حدث بعد ذلك عندما قطعت الجماعة الشك باليقين بالإنقلاب وأدخل اليمن مرحلة حرب وحالة من عدم الاستقرار مع ذلك كله يحاول تحالف الإنقلاب تقديم فعله بوصفه ثورة لكن بالنسبة لليمنيين لا يعرفون سوى ثورتين سبتمبر وأكتوبر فخلفيات ما حدث ويحدث بوصفه الحقيقي إنقلابا يتطلب أيضا استئناف الثورة بعد خمسة عقود ونصف الزمان سبتمبر 2014 وسبتمبر 1962 وشتان بين زمنين مسافة تأريخ حقق للوطن مجدا وأحيا روح الحرية في نفوس أبنائه وتأريخ يهدف إلى تكريس الاستعباد وحكم الأسرة والفرد وتلك مسألة لا يمكن وفقها أن تقوم مقارنة أو تستقيم فكرة بين مشروع حياة وآخر مسيرة موت معها تعطلت الحياة في طريقها فعلت الجماعة الإنقلابية للنيل ليس من الشعب وحده في أيلول رمز الحرية وإنما حاولت النيل من ثورة سبتمبر التي أطاحت بحكم الفرد بمجرد أن تنامت مشاعر استهداف ما يعتبره الشعب إرثهم العظيم وضرب المشروع الوطني الكبير بالإنقلاب كان على الشباب مواجهة هذا الفعل بأوسع منه لتنام الشعور أكثر بإحياء الفعاليات الوطنية في لحظة يبدو الوطن فيها أحوج إلى تضميد جراحاته والسير في طريق استعادة الدولة بأي ثمن اشتركوا في القناة